السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونيات بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني وبرنامج التحكم الإلكتروني إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض على أجهزة التحكم المنطقية المبرمجة اللي هي بي إل سي طبعا أجهزة التحكم المنطقية المبرمجة اللي هي أجهزة بي إل سي أجهزة دي طبعا مهمة جدا علشان إحنا بنستخدمها للتحكم في الآلات والعمليات الصناعية كتير قوي من الآلات النهاردة الآلات الحديثة بتكون مبرمجة يعني بيدخل فيها التحكم الآلي والتحكم الرقمي فبنستخدم أجهزة معينة للتحكم في الآلات والعمليات الصناعية ومن أهمها أجهزة بي إل سي طبعا الأجهزة دي لما بنجي نعرفها هي عبارة عن إيه؟ بنقول جهاز البي إل سي عبارة عن أجهزة إلكترونية رقمية لها ذاكرة بيمكن برمجتها وتستطيع تخزين الأوامر وتنفيذ العمليات المنطقية والتتابعية والتزامنية والعمليات الحسابية بغرض التحكم في الآلات والعمليات الصناعية يعني معناها أن الأجهزة دي هي بالضبط أجهزة حجمها صغير وأجهزة رقمية ليها طبعا وحدات إدخال وليها وحدات إخراج يعني بقدر أن أنا أوصل لها إشارات للدخل إشارات معينة وهنعرف الكلام ده بالتفصيل وأقدر أخذ منها إشارات خارج اللي هي هتكون إشارات التحكم اللي أنا هقدر أستخدمها للتحكم في الآلات طيب جهاز الـ PLC طبعا بيكون ليه ذاكرة وإحنا بنخزن فيها برنامج للتحكم والبرنامج ده إحنا اللي بنصممه يعني إحنا بنشوف العملية اللي إحنا عايزين نتحكم فيها عايزين جهاز الـ PLC ينفذ أوامر شكلها إيه وأبدأ أنا بطرق معينة هندرسها مع بعض إن شاء الله نقدر نحدد لجهاز الـ PLC نقوله تنفذ الأمر ده إمتى وتوصل لإشارة الخارج دي إمتى عن طريق طبعا طرق البرمجة اللي إحنا هناخدها مع بعض يبقى لما نيجي نقول كده جهاز الـ PLC عبارة عن إيه نقول أجهزة إلكترونية رقمية لها ذاكرة وتستطيع تنفيذ العمليات المنطقية والتتابعية والتزامنية وخدوا بالكم من حتة تزامنية دي معناها إيه معناها أن أنا أقدر أدي أوامر لجهاز الـ PLC في البرنامج اللي إحنا هنصممه وينفذها بعد توقيطات معينة إزاي؟ أبسط مثال زي ما إحنا خدنا قبل كده التحكم في إشارات المرور كنا طبعا بس كنا بنتكلم ساعتها على استخدامات المعالج الضقيق في التحكم فكان برضو بنعمل برنامج بسيط والبرنامج دوت بنخزنه في الزاكرة واللي كان بيوم بتنفيذه مين؟ المعالج الضقيق وكان طبعا يتحكم في إشارات المرور تنور وتطفي بتوقيطات معينة على حسب البرنامج اللي إحنا مصممينه نفس الكلام جهاز الـ PLC إحنا طبعا بنستخدمه بقى مش للتحكم في إشارات المرور لا إحنا بنستخدمه للتحكم في الآلات الحديثة في المصانع وهنشوف الكلام ده مع بعض طيب جهاز الـ PLC دوت زي ما قلنا ليه وحدات إدخال وليه وحدات إيه؟ إخراج طيب وإيه كمان؟ وحدة معالجة مركزية وحدة المعالجة المركزية دي هي عبارة عن معالج دقيق أو مايكرو بروسيسور وبهيزاكرة طيب وإيه كمان؟ من مكونات جهاز الـ PLC في عندي طبعا وحدة مصدر القدرة زي ما إحنا عارفين أي جهاز طبعا بيتكون من دوائر إلكترونية بيحتاج مصدر للقدرة الكهربية علشان يوفر الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل مين؟ الدوائر الإلكترونية دي طيب وفي عندي كمان وحدة اسمها وحدة المشغل وحدة المشغل دي بتبقى وحدة خاصة بالمستخدم العادي يعني بتبقى على وجهة الجهاز بعض المفاتيح وشاشة صغيرة علشان المستخدم العادي يستطيع من خلالها تشغيل جهاز الـ PLC والتعامل معاه وكمان فيه وحدة اسمها وحدة البرمجة ودي الغرض منها برمجة جهاز الـ PLC تعالوا نبص مع بعض كده ونشوف طبعا أجهزة الـ PLC معناها إيه؟ هي أجهزة إلكترونية رقمية لها زاكرة يمكن برمجتها وتستطيع تخزين الأوامر ومعالجة العمليات المنطقية والتتابعية والتزامنية والعمليات الحسابية بغرض التحكم في الآلات والعمليات الصناعية طيب جهاز الـ PLC بيتكون من إيه؟ أول حاجة عندي وحدات الدخل زي ما إحنا شايفين طيب وفي النص كده وحدة المعالجة المركزية اللي هي الـ CPU وهي عبارة عن معالج دقيق أو مايكرو بروساسور وطبعا المعالج لازم يكون معا إيه؟ وحدة زاكرة طيب وحدة بقى الخارج طبعا وحدات الخارج دي اللي من خلالها بنحصل على إشارات الخارج اللي إحنا هنستخدمها في عمليات التحكم وعندي وحدة اسمها وحدة المشغل زي ما قلنا من شوية والوحدة دي طبعا بتكون خاصة بالمستخدم العادي علشان يقدر يستطيع من خلالها تشغيل جهاز الـ PLC وحدة برمجة وحدة البرمجة طبعا الغرض منها برمجة جهاز الـ PLC ببرنامجه علشان نحدد العمليات أو الوظيفة المطلوبة من جهاز الـ PLC وفيه بقى وحدة اسمها وحدة مصدر القدرة طبعا هي مش موجودة ما بتبقاش واضحة في الرسم هنا ولكن طبعا وحدة مصدر القدرة دي يعني مصدر تغذية هي اللي بتوفر الطاقة القهربية اللازمة لتشغيل جهاز الـ PLC يبقى المكونات الأساسية أو الوحدات الأساسية تانية أول حاجة إيه؟ وحدات الدخل تاني حاجة وحدة المعالجة المركزية تالت حاجة وحدات الخارج رابع حاجة وحدة مصدر القدرة رقم 5 وحدة المشغل رقم 6 وحدة البرمضة وناخد بالنا السؤال دوت ممكن يجي لنا في الامتحان بطريقتين يأما يجي لي في صورة أكمل أو يقول لي أذكر الوحدات الأساسية التي تتركب منها أجهزة بـ PLC يبقى أنا هكتب الوحدات دي أو ممكن يجي لي في صورة إيه؟ رسم زي طبعا الرسمة اللي فاتت الصورة اللي كانت قدامنا يقول لي وضح بالرسم الوحدات الأساسية التي تتكون منها أجهزة بـ PLC نبدأ بقى نتكلم على الوحدات دي بالتفصيل أول حاجة عندي وحدات الدخل معناها إيه؟ بنقول هي وحدات تقوم باستقبال إشارات الدخل وتجهزها لكي تستطيع وحدة المعالجة المركزية الـ CPU التعامل معها والمداخل نوعين إما أن تكون تماثلية أو تكون رقمية طيب المداخل التماسلية أو النوع اللي هي الـ Analog Input طيب المداخل التماسلية معناها إيه؟ هي مداخل تتغير من قيمة صغرى إلى قيمة كبرى مثل حساس قياس مستوى السائل حيث ينخفض ويرتفع الجهد عند المدخل التماسلي لجهاز الـ PLC حسب انخفاض وارتفاع مستوى السائل طيب معناه إيه؟ فيه نوع من الحساسات زي حساس قياس مستوى السائل حساس دوة بنحطه كده في قلب الخزان علشان يقسلي مستوى الايه؟ السائل كلما مستوى السائل دوة تزيد طبعا الحساس هنا بيديني إشارة كهربية القيمة بتاعتها بتزيد على حسب مستوى السائل في الخزان يبقى الجهد هنا عند المدخل التماسلي لجهاز الـ PLC هيحصل له إيه؟ ينخفض أو يرتفع على حسب إيه؟ انخفاض وارتفاع مستوى السائل داخل الخزان طيب فيه أنواع كتير طبعا من الحساسات مش مجرد حساس مستوى السائل يعني فيه حساسات لدرجة الحرارة مثلا نفس الكلام برضو هتديني إشارة كهربية الجهد بتاعها يزيد ويقل على حسب إيه؟ درجة الحرارة طالما هنا الجهد مش ثابت يعني بتتغير قيمته من قيمة صغرى إلى قيمة كبرى يبقى هنا بنسميها إيه؟ مداخل تماسلية النوع الثاني بقى من المداخل اسمها مداخل إيه؟ رقمية ورقمية يعني معنى أنه بيتم التعبير عنها بحالتين اتنين ON وOFF أو نقول واحد وصفر وأبسط مثال ليها المفتاح الضاغط لما المفتاح دوت نضغط عليه ويوصل يبقى كده في الحالة ON يعني معناها واحد طيب ولو المفتاح دوت فصل يبقى كده نقول عليه في الحالة OFF أو صفر يبقى ديت كده بنعبر عنها بحالتين اتنين بس يعني ما ينفعش نقول الجهد بيزيد ولا بيقل لا ده يموصل يفاصل ما لهاش احتمال ثالث تعالوا نبص مع بعض كده ونشوف المداخل التماسلية زي ما قلنا بتتغير من قيمة صغرى إلى قيمة كبرى مثل حساس قياس مستوى السائل وطبعا الشكل اللي قدامي ده بيوضح لي زي ما احنا شايفين كده هنا جهاز BLC وده المدخل التماسلي لجهاز BLC متوصل بايه؟ هنا حساس لقياس مستوى السائل زي ما احنا شايفين موضوع داخل خزان السائل هنا اللي في الخزان ده لما يرتفع نلاقي هنا حساس قياس مستوى السائل طيب لو السائل انخفض هنا في الخزان يبقى الجهد على طول اللي هيتوصل لجهاز BLC هيقل يبقى معناه ان الحساس هنا بيعبر عن مستوى السائل يديني اشارة كهربية بتعبر عن مستوى السائل بحيث الجهد ينخفض او يرتفع على حسب انخفاض وارتفاع مستوى السائل طيب بالنسبة ليه المداخل الرقمية اللي هي الديجيتال انبوت دي بيتم التعبير عنها بحالتين اون و اوف مثل المفتاح الضاغط والمفتاح الحدي والحساس التقاربي طبعا معناها ان احنا ان الوحدات الدخل دي الرقمية معناها يا اما انها بتوصل يا اما تفصل ما فيش حالة تالتة يا اون يا اوف عندي بقى المداخل الرقمية طبعا فيه امثلة ليها كتير زي ما احنا شايفين انواع كتير من المفاتيح والتلامسات لو بصينا كده على اول شكل فوق ده عبارة عن ايه يعني معناه ايه مفتاح انضغاطي او مفتاح ضاغط مفتوح في العادة بالزبط زي مفتاح الجرز المفتاح دوت زي ما احنا شايفين هو في العادة في الوضع ده بيكون ايه مفصول وانا لما ضغط عليه المفتاح ده بيوصل لما ضغط عليه كده يروح على طول ايه موصل طيب فيه نوع تاني بقى عكسه اللي هو اللي احنا بنرموز له بالرمز Nancy يبقى المفتاح دوت في الوضع العادي مغلق يعني هو موصل اساسا لكن احنا بقى لما نضغط عليه يعمل ايه يفصل التالت ده زي ما احنا شايفين مفتاح عادي المفتاح ده مفتوح اللي هو نورمالي اوبن سويتش طيب اللي تحته دوت مفتاح عادي برضو ولكن مغلق يعني هو دلوقتي موصل الرمز اللي تحت طبعا اللي انا بشاور عليه دوت محدش يقول ده مكسف لا الرمز دوت بنقول عليه ايه نقطة تلامس تلامس مفتوح يعني معناه نقطتين تلامس زي نقطة التلامس بتاعت الرلي او المتمم الكهرابي الشكل الاخير بقى اللي تحت الرمز الاخير ده ده عبارة عن تلامس مغلق نورمالي كلوزد كونتكت يعني معناه نقطة تلامس ولكن ايه موصلة يعني في حالة توصيل زي برضو نقطة التلامس اللي بتبقى في الرلي او المتمم الكهرابي لما تكون في حالة توصيل يبقى نرمز لها بالرمز ده كده احنا عرفنا المداخل التماسلية والرقمية بالنسبة بقى الوحدات الخارج طبعا وحدات الخارج تكون باخراج الاشارات الكهربية المطلوبة من وحدة المعالجة المركزية اللي هي السيبيو والمخارج اما ان تكون تماسلية او تكون رقمية يعني برضو في منها نوعين زي وحدات الدخل تماسلية ورقمية طيب الوحدات الخارج اللي هي التماسلية زي ما احنا شايفين كده المخارج التماسلية الجهد بتاعها برضو بيتغير من قيمة صغيرة لقيمة كبيرة من صفر الى عشرة فولت يعني ممكن الجهد يبقى واحد فولت اتنين تلاتة خمسة عشرة يعني الجهد ممكن يزيد وممكن يقل وبقدر استخدمها هنا لتحريك مؤشر بيان علشان يوضح لقيمة الخارج هل هي كبيرة او صغيرة او ممكن ان انا اقدر استخدمها للتحكم في تضفق الهواء المضغوط ويعني ايه بقى تحكم في تضفق الهواء المضغوط طبعا هناخد باب كامل الباب الثالث بيتكلم على انظمة التحكم الهايدروليكية ونظم التحكم النيوماتية احنا عارفين طبعا الالات الحديثة النهاردة بتشتغل او معظمها بتشتغل بالهواء المضغوط وده طبعا علشان بيبقى ليها مميزات كتير وهنقولها في وقتها هنا بقى انا اتحكم ازاي في تشغيل الالات خلاص اللي بتشتغل بالهواء المضغوط ديت يعني معناه بيبقى كومبروسر ضغط هوا بيضغط هوا داخل ممرات او مواسير والهواء المضغوط دوت بيندفع طبعا تحت ضغط عالي وهو اللي بيحرك الاجزاء الميكانيكية في الالات طبعا علشان بقى قدر اتحكم في تضفق الهواء المضغوط دوت هتحكم فيه ازاي عندي باستخدام اجهزة البي ال سي برضو اشارة الخارج اللي هي اشارة التحكم اللي خرجها من جهاز البي ال سي هتتوصل لمين لصمامات التحكم وصمامات التحكم ديت بتبقى عبارة عن ايه كأنها بالزبط كده الصمام كأنه زي المحبس لما يتفتح فيسمح بتضفق الهواء فبالتالي يتحكم فيه حركة الاجزاء الميكانيكية والصمام دوت لما يتقفل هيمنع مرور الهواء المضغوط طيب يبقى كده اقدر اتحكم في تضفق الهواء المضغوط وتحكم فيه حركة الاجزاء الميكانيكية في الالات طيب الصمام دوت بيكون صمام ايه كهربي يعني معناه انه مش يدوي احنا بنقوله انه زي المحبس يعني ممكن يتفتح ممكن ايه يتقفل بس طبعا هيكون عن طريق ايه عن طريق بيبقى فيه ملف كهربي الملف الكهربي ده لما توصله الاشارة الكهربية اللي هي اشارة التحكم فتخلي هنا الصمام يا اما يفتح يا اما يقفل وبالتالي يتحكم في تضفق الهواء المضغوط علشان يتحكم في تشغيل الالات طيب نرجع تاني عندي بالنسبة للمخارج بقى التماسولية زي ما قلنا بتتغير قيمة المخرج التماسولي لجهاز البي ال سي من صفر الى عشرة فولت يعني ممكن الجهد يزيد وممكن ايه يقل وقدر استخدمها لتحريك مؤشر بيان او التحكم في تضفق الهواء المضغوط طيب عندي بالنسبة للمخارج الرقمية بقى طبعا طالما قلنا رقمية يبقى على طول انها بيتم التعبير عنها برضو بحالتين يا اون يا اوف زي بالزبط المداخل الرقمية وابسط مثال هنا ليه المخارج الرقمية اللي هي اللمبة حيث عندما تكون اللمبة مضيقة تمثل الحالة اون ولما تكون اللمبة غير مضيقة تمثل الحالة اوف يعني معناه ان في اشارة الخارج بتاعة جهاز البي ال سي لو كان الخارج دوت مخارج رقمي لو توصلت للمبة لما يكون في اشارة خارج فاللمبة هتضيق يبقى في الحالة اون ولو ما كانش فيه خارج او اشارة الخارج بصفر يبقى معناها اللمبة هتكون غير مضيقة طيب عندي وحدات او وحدة مصدر القدرة بتقوم بتوفير متطلبات الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل جهاز البي ال سي زي ما قلنا طبعا ان جهاز البي ال سي بيتكون من دوائر الكترونية وطبيعي ان هي لازم تكون محتاجة الى جهود معينة لتشغيلها بيتم توفيرها طبعا عن طريق وحدة مصدر القدرة وحدة المشغل من مكونات برضو جهاز البي ال سي هي وحدة خاصة بالمستخدم العادي بيتمكن من خلالها من تشغيل جهاز البي ال سي يعني دي بتبقى عبارة عن مجموعة من المفاتيح وشاشة صغيرة بتكون موجودة على وجهة جهاز البي ال سي بيستطيع المستخدم العادي من خلالها انه يتعامل مع جهاز البي ال سي وشغال وحدة المعالجة المركزية ال سي بي يو طبعا احنا قلنا من المكونات برضو او الوحدات الاساسية لجهاز البي ال سي عبارة عن ايه؟ عبارة عن وحدة معالجة مركزية ال سي بي يو وهي عبارة عن معالج دقيق او مايكرو بروسيسور طيب وحدة المعالجة المركزية دي هي نظام معالج دقيق يعتمد عليه جهاز البي ال سي لاتخاذ القرارات وهي تحتوي ايضا على زاكرة النظام يعني بيبقى عبارة عن معالج وزاكرة طب وظيفة وحدة المعالجة المركزية ايه؟ مراقبة حالة المداخل ثم اتخاذ القرارات على المخارج بناء على الاوامر المعطاة بالبرنامج المخزن في زاكرة النظام يعني معنى وحدة المعالجة المركزية ترائب اشارات الداخل وتشوف اشارة الداخل كميتها بكام لو كانت هي مثلا مداخل رقمية تشوف الاشارة اللي داخل هل هي واحد ولا صفر وعلى حسب البرنامج المخزن في الزاكرة يشوف الامر بيقوله ينفذ ايه؟ يوصل اشارة الخارج ولا يفصل اشارة الخارج يخلي اشارة الخارج بواحد ولا يخليها بصفر يبقى معنى كده ان واحدة المعالجة المركزية تكون بمراقبة حالة المداخل ثم اتخاذ القرارات على المخارج بناء على الاوامر المعطاة بالبرنامج المخزن في زاكرة النظام انواع الزاكرة المستخدمة مع اجهزة الـ PLC في عندي طبعا انواع مختلفة من الزاكرة اول نوع اللي هي الزاكرة المؤقتة رام ويمكن الزاكرة دي من اسمها زاكرة مؤقتة يعني معناها ان الزاكرة دي بتستخدم للكراءة والكتابة ويمكن طبعا للزاكرة دي انها بتفقد محتوياتها عند فقد التغذية بالطيار الكهربي علشان كده بيبقى فيه بطارية بتبقى موجودة في جهاز الـ PLC للمحافظة على محتويات هذه الزاكرة عند فقد التغذية بالطيار الكهربي يبقى دي زاكرة مؤقتة وهي للكراءة والكتابة طب النوع التاني من الزاكرة اسمها زاكرة دائمة اللي هي روم طيب الزاكرة دي هتبقى العكس بقى يمكن قراءة محتوياتها فقط دون الكتابة فيها يبقى معناها ان ينفع نقرأ البيانات المتخزينة في الزاكرة روم لكن ما ينفعش نغيرها ما ينفعش نكتب فيها بيانات اخرى ولا تفقد محتوياتها عند فقد التغذية بالطيار الكهربي طيب معنى كده ان البيانات اللي فيها والاوامر اللي فيها ستة علشان كده بتستخدم لإيه؟ لتخزين المعلومات المتعلقة بنظام التشغيل الخاص باجهزة الـ PLC وطبعا الشركة المصنعة هي طبعا اللي بتخزن البيانات والبرامج اللي بتكون في الزاكرة روم النوع التالت من الزاكرة اسمها زاكرة دائمة قابلة للبرمجة E-B-ROM الزاكرة دي بقى مصممة لسهولة الكراءة ولا يمكن الكتابة فيها بسهولة إلا عن طريق أجهزة أخرى مصممة لهذا الغرض يعني عن طريق أجهزة برمجة يعني الزاكرة دي هي مصممة لسهولة الكراءة يعني ينفع نقرأ البيانات اللي فيها بسهولة طيب هل ينفع ان احنا نخزن فيها بيانات؟ ينفع ان نمسح محتوياتها ونسجل برامج أخرى ينفع ولكن باستخدام أجهزة مصممة لهذا الغرض اللي هي أجهزة برمجة علشان كده الزاكرة دي بنستخدمها لتخزين برنامج التحكم طيب الزاكرة بقى بتاعت جهاز البيالسي بنقدر نقسمها لثلاث أقسام يبقى زاكرة البيالسي أقدر أقسمها لثلاث أقسام إيه هم الثلاث أقسام دول؟ القسم الأول قسم البرنامج طيب القسم دوت بيكون هو المسؤول عن تخزين أوامر البرنامج وهو مسؤول أيضا عن الطريقة التي يتم التحكم بها بقسم البيانات ونقاط الدخل والخارج يعني معنى كده أن الزاكرة بتاعت جهاز البيالسي البيانات والبرامج مش هتتخزن فيها كده بطريقة عشوائية لا دي بتتقسم لثلاث أقسام القسم الأول بنسميه قسم البرنامج طيب وزي ما قلنا قسم البرنامج يبقى مسؤول عن إيه؟ عن تخزين أوامر البرنامج ومسؤول عن الطريقة اللي هيتحكم بيها في قسم إيه؟ البيانات ونقاط الدخل والخارج طيب يبقى القسم الأول ده هيتخزن في أوامر البرنامج طيب القسم الثاني ده بنسميه قسم البيانات طيب قسم البيانات من اسمه كده يبقى هو عبارة عن إيه؟ منطقة عمل يعني معنى إيه؟ إن أي بيانات دخل أو أي بيانات خارجة أو نتائج العمليات الحسابية والمنطقية بتتخزن فين؟ في قسم البيانات طيب في عندي بقى قسم ثالث اسمه قسم الإيه؟ قسم المعاملات القابلة للتعريف قسم المعاملات القابلة للتعريف ده بيستخدم لتخزين إيه؟ معاملات أو تعريفات التجهيزات الأساسية أو المعدلة اللي تم شرائها مع جهاز البيالسي زي تعريف أنواع وحدات الدخل والخرج اللي تم شرائها مع جهاز البيالسي طيب بالزبط كده زي إحنا لما بنكون جايبين جهاز جديد وهنركبه مع الكمبيوتر بيبقى جيلنا معه إيه؟ سي دي استوانة دايما بنقول عليها إيه؟ استوانة التعريف يعني بيبقى عليها برنامج البرنامج ده لازم أحمله الأول على الكمبيوتر علشان يقدر يتعامل مع الجهاز الجديد اللي أنا ركبته ده فمش هينفع الجهاز يشغلها إلا لما نحمل البرنامج بتاعها أو التعريف بتاعها بالزبط جهاز البيالسي برضو بيبقى فيه وحدات للدخل وحدات للخرج أنواع معينة من الحساسات هتتوصل مع جهاز البيالسي علشان يقدر يتعامل معاها ويقدر يشغلها بالطريقة السليمة لازم طبعا بيبقى لها برنامج كده بنسميه طبعا برنامج التعريف بيتحمل برضو في الزاكرة بتاعة الجهاز علشان يقدر يتعامل مع الوحدات ديت ويشغلها بالطريقة السليمة يبقى كده في عندي ثلاث أقسام من الزاكرة كسم البرنامج كسم البيانات كسم المعاملات القابلة للتعريف وناخد بالنا من سؤال مهمة قوي نفرق ما بين الاتنين لما يقول لي اذكر أنواع الزاكرة يبقى هنا أنواع الزاكرة هنقول ايه؟ الزاكرة المؤقتة رام الزاكرة الدائمة روم والزاكرة الدائمة القابلة للبرمجة إي بي روم لما يقول لي أنواع الزاكرة لكن لما يقول لي اذكر او يقول لي مثلا الزاكرة زاكرة البلسي تنقسم إلى ثلاثة أقسام اذكرها ايه وعحد بقى يطلخبط ويقول ثلاث أقسام فيروح يقول أنواع الزاكرة لا لما نقول زاكرة البلسي تنقسم لثلاث أقسام يبقى على طول هم مين؟ كسم البرنامج وكسم البيانات وكسم المعاملات القابلة للتعريف بالنسبة لكسم البرنامج هذا القسم مسؤول عن تخزين أوامر البرنامج وهو مسؤول أيضا عن الطريقة التي يتم التحكم بها بقسم البيانات ونقاط الدخل والخرج طيب القسم الثاني قسم البيانات زي ما قلنا هو عبارة عن منطقة عمل يعني بيستخدم للعمليات الحسابية والتخزين المؤقت للبيانات والنتائج سواء كانت ابتدائية أو نتائج نهائية وتخزين القيم السابقة ويحتوى على عنوين المؤقتات والعدادات والمداخل والمخارج التماسلية بالنسبة بقى للقسم الثالث اللي هو قسم المعاملات القابلة للتعريف يستخدم لتخزين معاملات التجهيزات الأساسية أو المعدلة مثل تعريف أنواع وصفات وحدات الدخل والخرج التي تم شرائها مع أجهزة بي أل سي طبعا إحنا كده وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة يارب تكونوا استفدتم معنا واشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة